السلام عليكم كديرين لبس عليكم اتمنى تكونوا باخر والاخر انتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اليوم البنات دائما في اطار تحضير حلوية العيد اه كنقترح عليكم هاد الحلوة هادو هادو جوج الاشكال بنفس العجين وبدون فرن اه غادي نعطيكم لباس ديال العجين وانتم ما تقدروا تشكلوها كيف ما بغيتو باي طابع بغيتو وتزينوها كيف ما بغيتو وكتبقى دائما الحلوة بدون فرن من اسهل الحلويات اللي ممكن تكون اه اي وحدة تحضرها وتكون ناجحة مية في المية اه بنسبة المقادر الابنات هنا اه خديت ستمية جرام ديال كاوكاو او الفول السوداني اه بدون قشر خديته وشريته في حالاكتا وضعته في صينية اللي كدخل الفرن اه من بعد البنات غادي ندهنو بشوية ديال زيت المائدة اه غادي ندهنو بيه غادي نبس لي هادك الزيت كامل اه زيت البنات كيساعدو باش كياخدوا واحد اللون دهبي زوين اه فمن احسن ما نحمره غادي نحمره غادي نحمره غادي نحمره في الطعوة وغادي ندخل الفرن حتى يتحمره ونرجعه من بعد الكاوكاو ديالنا او الفول السوداني اللي بناتها هو من بعد ما اخرج من الفرن اه اه دول اللون ديالو تيكون بحلاكة ما نخليهوش يحمر بالساف باش ما يمرارش لينا ما يجي ناش مر وفي نفس الوقت ما نخليهوش بيض اه حس كييجي المعضاق ديالو ما زوينش دبا غادي نمرو اه باش نطحنو اه هاد الكاوكاو انا غادي نطحنو في هذا الروب وعدة اه اللي ما عندوش البنات عادي قدر يطحنو في اه مولينيكس عادية اه را بحال بحال دن اي اه حاجة عندكم را غادي يطحنو فيها بعد ما طحنتوها البنات هو هذا اه 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 انا كنخلي فيه شوية ديال اه يعني هي كنخلي غير مفرشش ما كان طحنوش مزيان ما كان صحقوش مزيان ولكن را كييعدب البنات في الخدمة بهالطريقة هادي كييجي بنين ولكن انت يعدب الا ما بغيتوش تعدبو فاطحنوه مزيان هنا خديت اه مئتين جرام ديال البيسكوي خديت هاد النوع هاد لانه ومحلوش بثاف هاد باكية فيها مئتين جرام اكدير اه سبعة ديال تراهم فاغادي هاد البيسكوي غنطحنوه مزيان حتى يرجع دقيق يعني نطحنوه مزيان تيرجع بودغ وغادي نضيفوه لهذاك الكوكاو او الفول السوداني غنطيفوه لهذاك البيسكوي كيف ما كتشوفوه كيف ما قلتلكم اللبنات الى ما كانت عندكم الخاطر كوكاو طحنوه تاوه مزيان وما اللي خليتو فيه الحويبات كيف ما درت انا فاركي يعدب شوية في الخدمة هنا غادي نضيفوه غادي نجمعوه الخالد اه بحلبة من وزن تلتمية وسبعة وتسعين جرام ديال نيسلي غادي نجمعو بها هذاك الخالد هنديرو نضيفوه شوية بشوية حتى يجمع لنا الخالد انا تقريبا راه اخدها لي كاملة ضفتها كاملة يلا يلا اه المهم كنضيفوه وكنجربوه غير يتجمع لنا وما يبقاش اه ويبدأ يعني يتجمع لنا كوريا وكنحبسوه في حالة البنات الى كملنا هذاك العلبة ديال نيسلي وما تجمع شوية لنا العجين فكندوبو شوية ديال زبدة وكنضيفوها عليها اه كنضيفو على ذاك الخالد تحت يبدأ يتجمع هنا اخديت واحد شوية ديال ذاك العجينة ديال الكوكاو درتها في ورق الطاي وغادي نحاول معاها كيفما قلت لكم راه كي يعدبها البنات الى اخليته في الحبيبات فغادي ندير غنغطيها باديك الورق ديال الطبخ وغادي نحاول نسرحه غير بالخاطر البنات راه كي يبغي شوية الخاطر ولي ما عنداش خاطر راه تطحن هذاك كوكاو مزيان حتى يرجع التوى بحل البيسكويت اذا دبا بعد ما صرحت هذيك العجين ديالي غادي ندوز باش نقطعه انا البنات بغيت شكل دائري فالحجم اللي بغيت انا ما لقيتش عندي دائرة خاوية من الداخل لقيت عندي غير هتشكل هذا اللي كان صايب بيصاب لي فقطعت بي وخعد بني شوية ما كي بغيش يخرج على حساب ديك الدائرة اللي فيه فلوس عندي بحال هذي هذي اللي مزيانة اللي وريتكم ولكن اه جاني الحجم ديالها كبير فاضطرت نختم بهذي وخا عدبتني شوية ولكن معلش المهمة البنات غادي نستمروا بحلاكة غادي نطبعوا هاد العجينة ديالنا انا كيف ما شفتوا درت شوجة الاشكال واحد الشكل غادي نقطعه دائري بحلاكة واحد الشكل غادي تشوفو كيفاش غادي نصيبو من بعد صافية البنات هوا الشكل الدائري ديالي كملتو وتخلو السمك ديالو شوية البنات كبير بتديرو الشرقيق بزاف بنسبة للشكل الثاني فانا غنديرو اه بهاد الالادي ديال المعمول غادي نفرش فيها اه البلاستيك الغدائي وغا ناخد واحد الكمية ديال العجين ديال كوكاو غادي نضغط عليها حتى تاخد اه الشكل ديال هذك المول على قدع ونقلبها وهي كيف ما كتشوفو الشكل الثاني ديالي غادي نعود معكم واحد اخرى اه غادي ندير البلاستيك ضروري البلاستيك الغدائي البناز قشي لا درتوها ديريكس فغادي تلسق لكم وما غاديش تبغي تحيد لكم من هذك المول فدائما كناخدوا كمية من العجينة ديال كوكاو كنضغط عليها مزيان حتى كتاخد الشكل ديال ديال هذك المول ديال المعمول وكنقلبوها وهذا هو الطور ديال هذك البلاستيك الغدائي فكيسهل علينا المأمورية بعد ما كملنا البنات هنا يا غادي نوريكم كيفاش غادي اخديت غير شي حبات باش ما نطورش عليكم ونوريكم كيفاش غادي نزينو هنا يا ضوبت اه شكلات اسود في في حمام مريم دائما شكلات البنات كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق فحتى في الكحل كنستعمل قالة اللي كيدوب بلا زيت بلا والو يعني ببوحده كندوبوه كيكل قاوم دياله هو هذك اه مزيان بالنسبة كما قلت لكم بالنسبة اللي ما كيعرفوش شحال ديال الزيت يضيفو والتمان ديالو راح بحاله بحال سنك سور سنك بحال بحال يعني الباكية كتدير عشرين درامات كبيرة ما غاليش بساف اذا كان اخدو هذك الدوائر ديالنا كان ديروهم في الشكلات كان حاولو نسوسو باش نحيدو هذك الزائد وما ننطروش نبقاو نفيني وفي الحلوة ديالنا من بعد ما اه تنشفلينا اذا غادي نستعمر تنكملهم الشكل الثاني حتى هو بنفس الطريقة اه درتو فشكلات اسود وكنسوس باش نحيد زائد في حال تلاح حطيناها اه فوق ذاك الوراق والقينة الزائد فكنخليوها حتى كتنشف تماما وكناخدو واحد اه الموس يكون ماضي شوية وكنحيدو ذاك الزائد من الجوانب باش اه الحلوة ديالنا جين فينيا وما جيش فيها العيوب اذا هنا يا غادي نوريكم كيفاش غادي نزين اخديت واحد اه الجيب وغادي ندير فيه شوكولات ابيض مذاب غادي ندير فيها خطوط وغنزينها بحال اه رخامة غادي ندير واحد الكيردون وغادي نمشي كل مرة في اتجاه غا سعطيني هاد الشكل هذا الشكل الثاني نقدروا نديرو ناخدو خطوط غليضة وفي الملتقى ديالهم غادي نديرو واحد اه عقيقة في اي لون حبيتو تكون غليضة باش اه جي واضحة مع الخطوط غلاد والشكل الاخر غادي نديرو غير خطوطة هكده بشوكولات بيض او لا شوكولات اه اسود بحال كيف ما اعجبكم والطريقة اللي كتعجبني انا هي هادي كنديرو خطوط رقيقة كنديرو ججاكا وججاكا وكنزينهم بعقيق رقيق اه ممكن تاخدو اي لون هو فيه الوان احنا اخديتها اللون الفضي وانتم ما تقدروا تاخدو اي لون عجبكم سافي هادو هما الاشكال اللي وريتكم البنات تقدروا تطيرو اي شكل فيهم منصبر الشكل الثاني فاخديت جايب حلواني ودرت فيها اه اه شوكولات اسود ودرت خطوط فوق من هاد الشكل فقط بنفس اللون تقدروا تديرو بيضيني لا بغيتو ولكن الشوكولات اسود كيجيو احسن من البيض سافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة اللي حدنا اليوم اتمنى اللي بنات تحضروها وتعجبكم وما تنسونيش دائمان من اللايكات ديالكم من تعليق ديالكم ولي تشوف القناة لأول مرة كنقوله مرحبا بيك اه اشترك في القناة وضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو اه باش او الجرس باش تفعل اه باش تفعل الجرس باش بالجديد اه القادم ان شاء الله ومع السلامة الى اللقاء في فيديو اخر